في هذه الصباحة المباركة باستضافة زيندين أحمد أوديا وهو رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أهلا بك سيدي أهلا بك سباح النور سباح النور إذن بداية سيد أوديا كما كنا نتبع في هذا التقرير هل رخصة السياقة بالتنقيض هل هو حل في رأيكم أم سياسة ترقيعية بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أرسل المرسلين رخصة بالتنقيض الوطنية الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة من 2008 ونحن ندعو لها لماذا؟ هذا اللي رتريت الوطنية كل ما يدي المخالفين نحاولوه لكوميسيون ما جاب تحتنا تجارة أنا أكثر من 4500 قاتل سنوين الوطنية الوطنية نربحو فيه تلتحويج برواشون أولا كيدي المخالفة نحاولوه تلتحويج برواشون المخالفة نحاولوه هذك سائق نحاولوه 4 نقطات بلوس غرام ودوم يزيت يديرها وطنواتيكمو هنا يتربى غير بالعقل النقطة الثانية النقسو بالمعرفة خطر دوك اللي بلي بار يخلص غير مسكين اللي ما عندوش معرفة الزوالي هو اللي تبق على القانون نحاولوه الترمي ودوك يدير مخالفة تم نحاولو النقود هذك اللي يجري بس صحبو جبالو ولا بنعمو تتنحا هذك دوزين فون ربحو والخازنة العمومية كل مخالفة تدير وانا شفت بلي تلتالاف أربعالاف سبعالاف والله لعندي من نور موهد لحاولت المورور هذو سورتو الجزائر قسلو جيبو والله هناللي يدير وانا طلبنا احنا انتحادية طلبنا البروسي من عشرة لف دينار وطلع على حساب المخالفة هناللي تقسلو جيبو التم الجزائري يتسجم لذلك الرخصة بالتنقية هذه حل أول بشرط الشرط الأول لازم يكون عندنا فيشي ناشونال دي بيرميد كونفير على باقي الرخصة ريتسربها في الضوائر كان ستلاف وليس بعلاد دائرة على مستوى الوط ميكيكون فيشي ناشونال جاء الناس مسجلي كاين أنا نقول لك سائقين عندهم دوبل بيرمي ينحلوا بيرمي مننا إلى كوميسيو يجبو الدوزيان بيرمي هذا أمر خطير ما فيش نتابع بكانش خطير ما عندنا عشان فيشي ناشونال اللي مسجلي نقع فيهم كيكون فيشي ناشونال القانون ميسمح ليش يكون عندي غدوة عندي بيرمي تبحر لي ندير ديكلاراسيو هذا البرمي نيميرو يتنحى ويعطي لي نوفو نيميرو لذلك غدوة كيسي بابلانسيا نيميرو يبان رغم سجل لذلك الفيشي ناشونال كيكون هذا التم تبقو البرمي وقع الناس تقول لي سكة نعم سياو دي يعني كاين بعض الناس اللي عندهم مرائية مخالف يقول لك نحن مع السحب برخصة سياقة أحسن لأنه رخصة سياقة بالتنقية يعني كل مرة يكون من قتلوا النقطة كنا عندهم أمل ما زالوا بعض النقاط ورخصة سياقة ما زالها كما قولوا بالعامية ما زالها في الجيب سمحي لي سيبار اكسبريونس وراكي تشوفي وقع الناس اشكو اللي روتريت برمي اليوم دارينو نقسم الحوادث المور زادو ومنحو يومي يعني نسجلوا أعداد هائلة العشرات من الحوادث المورد هاو البارحة كيشتفي في لطر بنعكنون شحينات قلبت الحمد لله ما كانوا له هاو في معسكر وصراء شوفي توجر هاو تاكسيان هذا كرام سبعة موتا وعائلات بأكملها طرح ضحية حوادث المورد شوفي والله العظيم لازم لازم أنا قلتها ونزيد نقولها لازم درق حنا الجزائرين ديروا بزار سوسيال لازم نحيو سوسيال الناس راي تموت واليوم يروحوا البق للجون اللي خاطيهم قاع اللي دي المو خلفه ويرح وحده أنا الله ندر نقولها لا لا يرجعوا من إشكال ويدي الناس ضحية معاه كما هادك تاكسيار هم فيسبعة الداخل ساديبون لا إشكو ليدان كروس أو لا هو فاس فاس واحد أنا باين ما لك هذا عنده الابريوريتي الاخر ما عندوش والله غيرتلق سبعين في المياه من إشكال هادي واحدة تاني كان ظاهرة وحده اخرى مترشح الحد كل دي داليب ما يجوز عند المدير مدرسة ما أولو يحط المين في رايح يجيب بالبيرمي أسكو هدايا شتي السوسيال وينديرو لازم قاسي دي فاكتير لازم كل شي تبدل سيستم تألا فورمسيو مجيد لك مليح نقدرنا هذا بروغرام دي فورمسيو جديد يعني بالحدي تاعد التكوين كان فيه مشروع 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 واجد ست أشهر يعني مجد سلحي لي ماشي حنا في 2008 وزارة النقل درتنا بروغرام نشونال دي فورمسيو يجبونا كتاب مي هذا كان ناقص اللي يكون فيه خمسة وخمسين ساعة خمسة وعشرين ساعة نظاري وثلاثين ساعة تتبيقي مي ما كان حتى مدراسة يتبق فيه خطر هذا اللي قلت لك هذا البروغرام 2008 ناقص بالزاب في 2015 تلاقينا مع وزارة النقل في المركز الوطني لقص السياقة للسيناب تلاقينا الفاعلين الممتحينين احنا المداني السياقة درنا برنامج وطني اللي تكوين هاولي درنا فيه كلش هذا سيتي بريبي تبق في أفريل وستاش في أفريل وستاش يتبق اللي دوك باش جيب دوك رخصة في كل خمستاش نيوم المترشح يجوز يجوز الترمية يجيب يمتحان من هل يتبقوا هذا احنا درنا عطينا الاقتراحة تعنا قلنا كل خمستاش نيوم احنا قلنا لازم نقسم العدد لامتحانات كل أسبوع نعقبو قلنا نعقبو زوج خطرات في الشهر كل خمستاش نيوم نعقبو ونقسم العدد المترشحين مشيدو كين ولايات يعقبو دوزيك زامان بار مواء كل خمستاش نيوم من الكوطة تاعو اللي عندو خمستاش يعقب ثلاثين واللي عندو خمسة وعشر يعقب خمسين ونظن مدير مدرسة ما نقدروش نكونو خمسين مترشح في الخمستاش يوم نقص العدد المترشحين نديرو عشرة في الخمستاش يوم أولا مترشح يدي حقو يتبق عليه يدي خمسة وخمسين ساعة تاعو خمسة وعشرين ساعة خطر كي يقرأ ما يقراش كل يوم يقرأ كل نهار يقرأ النهار يقرأ نهار ما يقراش نعطيه الساعة هذا في شهر يتبق عليه خمسة وعشرين ساعة تاعو النظاري التم كي نكونو فالنظاري التم رح نجوز للمتحان ويولي تتبيق لا كوندويت فيها ثلاثين ساعة مشي كل يوم يسوق يسوق نهار نهار ما يسوق شهر الثاني يسوق خمسة 20 يوم نجوز للكزامان دوزياد هما المناوارات الكرينو ومبعد شهر الثالث نزيد نجوز للكزامان بالأقل 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 باش يجوز الرخصة تاعو لازمنو تلتشور بالأقل هذا لا ما يقصر يقصر خطرة ولا زوج يقولينو خمسة ور ستشور تم نعطيو القيمات على الرخصة فيه 40 يوم يدي الرخصة تاعو هذا هذا تكوين أنا رانا نقولو ما نش نكونو في النور خطر كل مدير مدرسة يخدم كميحة على طريق خاص عنيفض الغياب قانون موحد مكان ممسعد هنطلبنا بعثنا الوزارة قولنا ندير السعد موحد على مستوى الوطن خطر يرحم مولدك كنا في 2008 كنا 4700 مدرسة في 2016 لنا أكثر من 7000 مدرسة زدنا ب60% زاد المدارس ممتحنين كانوا 400 ممتحن في 2008 كانوا 350 نقص وكان واحد القانون الذي قلت وزارة النقل الذي قال الممتحن لا يستطيع يتجاوز يفوت 50 مترشح في الإكزامن لا يجب يتجاوز 50 مترشح يعني هذا امتيحان وطني هذا امتيحان لماذا لماذا لقد قلت المدارس زاد وممتحن النقص وتكوين كل مدرسة وكل مدرسة يخدم كما يحب يمد السعر الذي يحب هو نقول هل ينقل السعر موحد على نشان نشون المدرسة وممتحن المدرسة وممتحن المدرسة وممتحن ألف دينار زوج ملايين وممتحن وممتحن كوكيروس هذا الوائل وممتحن عملت بزنزا بزنزا دورت شوف يرغم موديك يسبين ريون تعصون متر كاري في حوم في 30 متر تسبية أربعة مدرسة ما كنت يوم وترشيحة تروحي عند اللولين تقول أخويا العزيز ما نجوز البرمي يقول لك أنا نجوز زوج ملايين ونص تقول له صحة تروح عند الدوز يام تقول له يقول لك قال زوج ملايين ويقول لك أنا زوج ملايين وميتين هذا يبدأ نقص واللات هنا بزنا سعر مهم يربح زابون يربح الكونديدا من هذا الكونديدا يربح في السومة من يربح في التكوين كاين مدرس اليوم يخدموا بما يرضي الله هذو كلي ما مش يخدموا مام سبب مام الموطر الشع يحوص لانتيري وين الدعوة خفيفة هل يتبقوا هذا البرنامج هذا اللولاني يتبق ونتبقوا نقص كل أسبوع في الكوطة عندي السيارة خطر القانون واضح عندي السيارة وحدة نعقم 15 موتر الشاح عندي يزود 25 عندي 33 35 عندي في الأسبوع وكان ولايات يعقبوا نزود امتحانات في الشع دون كل 15 الكوطة دو بليلو نقل عندو 25 في الأسبوع في 15 يوم يعقب 50 هل 50 أهل طار نظريا نديرو لألف حساب يقدري يكون 50 أم بوسيط هل تلك حواج نالي الوزارة تدير تلك حواج يولي التكوين المدير مدراسة خاطر الناس قاعد تتهمنا احنا وانا عندو الحق اللي يتهمني مي رانا المال لسي قاعد الناس على بلاب للأكسيدان كاين و البروبلم الكبير الجزائري عملا وليش دل فولو يعرف يصن سيفو نهالي نعرف الكود لاروت نهالي نتبق الكود لاروت لكن جيد سيكوها سيط نار سيط فال وفن سفن والفن هدا مني نجيبو نهالي تتكون منح تعرف الكود لاروت تحفظه تعرف ورا حق في ورا نجيح الآخر المصر الكبير ما يعرف هو دورك يخرج عند المدير وقت لك كان أولوية في الطريق نعم نهالي يخرج الطريق يتهاور يقول يسوك وتختمهم أيضا سيد أودي عمالة النرفزة أحيانا يعني يشوفوا بعض المشاحنات أيضا بين السائقين في طرقات وهدي وين سديجا يديرو يديرو في الرالي هذا هو الإشكل وزيد الكترة وين الإشكل في شاحنة في الترانسفور دو وياجين دو كتر بارك الله في شوفي احنا كي كانت الترانسفور كي كانت سنتي في التعتيف والسنتيير أنا خدمت في سنتي في وخدمت سنتيير في الزاني 80 باش نسوق السومي ولي باش نسوق الكار دل تعام وانا نمشي مع شوفير اللي عنده أكتر من 30 سنة خبرة ديت مع الخبرة وكانت هذا الكار يخدم ألجي بشار كانوا زود دو شوفير واحد يسوق النص والاخر يكمل النص در كولا البريفي عم 80% البريفي يتعطيك تنحد هذا كول الكار ولي يدير زو وفرف الكار دو باي يدير سائق واحد ونعطيك مثل دوك ألجي بشار يدي ماري على ستة العشية يلحق على 8 عصبح أرأي 1200 كيلومتر لنك يلحق على 8 عصبح ديراكت تقليل وتقليل كيف كيف ماشي كيف ممكن الليل مخدوم نسجع راكت تربوزي حوال حق على 8 عصبح يقار الشعينا تاوي يروح يرغل مع الهران الفابار كي بيري نقص تركيز نقص الوعي يكون عدد يصبر هذا هذا بناء آدم هذا بناء مهما يكون يجب يعيا يعيا يدف ويش يقول لهم بعد ما لابلوش قعوة شاويد هنا تلقي شكل وراء تنظيم تادي ترانسپور وتعلى فورماشون تادي الزكزم لازم قاعنا وضروفه وضيف لها ايضا مشكلة الدهنيات سيد أودي جزائري ما عندوش تقافة تخسيقها ما عندوش تقافة الله غالب جنسي بألا لماذا يسوفي يشتو موبيل كل واحد بحقه وزيدي وانا نظر نقولها هاد السيارة هاد الحديد يفاردون ما يسمح تغلطي تخلصي فيه تخيختك ولسلكت تخلصي ماتيريا ما كاش اكسيدون بالاقل بالاقل يخرج زوج ملاي الفو كون نقدر نخلص كل سمانة كل 15 يوم وزيدي هادي واحدة تانيا كان الليجون هادو كان نظرت على الوالدين وولدهم لازم يوحيهم لازم يتسولدهم شوفوا الانيروب كان سياقه بالمرافقة بارك الله مع باباه يفهمه رح بعقلاك وكذا انا تقول لك كل شو الدهنيات نزم احنا احنا اللولين احنا مدرسة التعليم سياقة الدور تاقي نكون ونعطي له ونعطي له شوية لزام هذا ما كان احنا نعطي له الله بعض هاللي يخرج من عندي لو نقول له القانون واضح نعلي يجيب الرخصة لازم تمشي 80 مدة عامين هذوك 80 تمشي 4 في 2 عام لكي دين الإكسperience هو يدي ريسي بي سي يجيبه يقول يمشي 160 كيف الدور تاقي نا كاش واحد ما يعرفش بلي ستوب لازم نحبس كاش ما يعرفش لا لي ممنوع ليا دوب لي يعني قعل بلهم ميت هورو هو لازم نعرف لازم نشارك والحمد لله القانات للتلفزيون ضلوا الله هضروا وزارة الداخلية قامت ب وزارة الداخلية الشرطة رأم يديروا خدمتهم مدرك الوطن وميديروا خدمتهم ورانا الوعي والجرائد يمدون تظلوا لتهضروا للتلفزيون مين الله غالب في الدقيقة شوفينا نعطيك الزام النهار يتكون عندنا جانزة نخلو الجبانة النزق الله يرحمو ونتفكرو الموت يسفين نخرجو من الجبانة النزق تنسى السياق كيف كيف نال يكون يتكون أنا نزير هاو تدير هاو كيف يتألم يتألم نجوز الممت ألا الامتحاد في الامتحاد يريبون دي كل السيبون هاو يسفين يجيبو يقول لي مهبول لي مهبول ألا ما ندرش نرى دركوا لجي عندو 4-5 سنين سنين نقدرو نربيوان لي عندو 18-20 سنة 30 سنة أسكت ربي 21 سنة انقصي بابا ما يقدرش يربيه كيف شعنا نربيه شتيل إشكال ورا ضون وزيد كاين احنا كاين مادة في 87 لخرجد كاين في المسايد في البريمان كي نقريهم ساعة في الأسبوع هذا الجن في صغير 6 سنين كي تقري ساعة الكودلاروت في الأسبوع حتى 6 سنين ولا 7 سنين كي تقريهم تدخلوا في راسا ولا ما تدخلون واعلا هذا شفتها لاذا قلتلك جعرنا مشاركين ولازم ضرك وزي طلبنا حاجة أهم لازم ندير لوجنا التقنية الوطنية كوميسيون نريحو في الطابلة خاطر دركو وشو ما يقول مدير مدراسة يقول لك أنا خاطيني أنا كونته وبعت لك زي ما يضب الرأس الممتاح يقول لك أنا جووس له يعرف خاطيني الشرطي يقول لك أنا نتبق القانون الدركي يقول لك الوزارة اللي تاضري ما يقول لك مي لما يليفه الناس رايتموت على بان نور دوك نشوفوا لما لعدك بين نشوفوا كيفاش نعجوه كيف تريح لوجنا التقنية كوميسيون تكنيكا دي تتكون من وزارة النقر ووزارة الداخلية اشغال عمومية حماية المدنية نعم نحن المدارس تعليم سياق الممتاحينين لزي سبيكتور نريحو في الطابلة انت هاو اللي ملتعك وانا نقول لك هاو نشتو وانا ونشتو نخرجو بين كونكوليزيون ونداوي وانا كيف طبيب تقول له عندي صدري يعطيكا بتشخيص المرض والا مم مم في الدوسي الدوسي عند الطبيب عند طبيب انجنراليست تعال عينين بالأبتا كالناس اللي عندهم الكريس دبي لبسي كاللي مريد ما تعرفيش انتي مم سرتيفيكات ميديكال لازم نعودوا شوفوها اصبحت نظر معك وانتي ما عندكش مكش مقجوز سابق لأكسيدون طراب اللاروت ولا ما عندكش بنعمك ما عندكش خوك ما عندك جارك عندك حبيبتك عندك صاحبتك خوهامات رانا قاع مضروري طول المون يتوشي لازم وين نرح ما زل 2016 ما زل النسرة تقدم لعالم شحال عندنا في شحينة على مستوى الواضح عندنا وين ميديون دو فيكير ادوش كاين يعني بحادث على الشاحنات سي او دي يعني الذي يسموها الآن شاحنات الموت وزارة النقل يعني راهي تقوم بإجراءات جديدة من خلال يعني شروط جديدة يعني الحافلة لما تفرش فيها شروط السلامة يعني يتم سحبها من الحضيرة الوطنية واللي قدرت يعني 80 حافلة 8% حافلة هي تنتمي للقطاع الخاص أما 20% للقطاع العمومي وكان أيضا 17 حافلة يعني هي تحتاج لعملية تجديد ما رأيكم في هذه الإجراء خصوصا هذه الحافلات حافلات الموت يعني هي حافلات مهترئة جدا لكن نشوف أنها تصير في طرقات عادي وتسبب أيضا في الإزدحام المروري إضافة إلى حوادث المرور هذه النقطة هذه الوزارات تدير تأليمات وم بعد تكون بين القانون واضح الكونترول لا تصلح وزيدي رأينا في 2016 ما زال حافلة من نفسه 60 يتمشي 75 يتمشي هذا هذا تحبس له لازم نحبس لك الحافلة وتخلي عنده الستة ولا سبعة من أولاده لازم يوكلهم تعاون هذا تعطي لهم الحافلة ويقف فاصلت لا شوف ند والحافلة لا يشمل عن حياله والبريفية 8 على 10% تعقيتها تكرارهم يمشي ولا بس عليهم يعني كنترول الدولة هي اللي تحضر على كل الماتيريال تخدمه كل البريفية يعني قلت لك حال يحوص غير يدخل يعني في الأخير يعني لاحظنا أنه في عمل بزنازا عمليات تجارية الكل يعني يبحث من خلال على لقمة العيش أو تاجر أو عنده رجيس كوميرس لازم لازم رجيس كوميرس هذا مالغين نعطي له لازم نصف وشوات دور كما احنا ما ندارس تعليم سيا عندي رجيس كوميرس مدام عندي سيجل تجاري في دهني لازم ندخل دراهم لازم كل واحد نعطي له أنا مدير من دراسة دور تعيد تكوين لازم نقعد في التكوين من ديش بزناسة لالترانسپورتور راو ترانسپورتور بين دور تقوي يوصل للغاشي يعني كل شخص يحترم مهامه والا يدين مهام وكي يوصل للغاشي يوصل لهم في أمان من ديروش راي 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 يخدم الجي تيزي وزو لازم القانون يعطي له عشر كيران سيبي خمسين كار مدام سيبي خمسين كار وش ولت لكون كيران فلك يخرج وحده خمس دقائق وعشر وفي طريق وش يولي يدين رالي لازم يدخل هذي يولي يتهور في طريق السؤال آخر سيد أودي أين هي الرقابة من كل هذا هذه الرقابة نحن عيون نرى يودي يشوف جزء نعطيك مثال بسيط نس يتهور في طريق همش مئة وعشرين تلتمية مئتين يمش عليك يشوف بارش تصيب أخير مربي هذك سائر يصغب عقل يريس يشوف يفوت البارش يقول مهبوط لازم جزائر كل واحد يدير يدير كما السيستام يدير لأ موبيل كما كان بكير الموطر يمش في طريق دانيا من هال يشوف السائر يشوف موطر يمش في الطريق يمش باقل يمش على بالهم يقع بالتالبوان التالبوان كان بارش هذ المسافة تاعش أربعين ولا خمسين كيلومتر لم يكن بارش نوال التمني يتاور لنصل بارش وليس يدير رادار بالكرار السيفيل ما يعرفون ما لهم قاري أضروات ويدلوا رادار يعرفون يدير الموطر يمش سيب سي في الأخير كي نختم هذا النقاش سيد أحمد زندين أو ديا كلمة أخيرة باختصار أنا نطلب مسائقين يكونوا حادرين يحادر على نفسه أولا ويحادر على الطريق هذه ما يش رسقي ما يش تاعي قع نسالوا فيها وقع لازم نرسبيكتي وما نش في غابة ولكن كونوا في غابة دابرة لم يكن مشكلة هذا طريق لازم نعطيها حق وراني قلت هل ندير حادث تم نخلصها في طققتها وراني نشوف ولا ما كاش ما كاش واحد زوج موت أربي هدينا أربي هدينا أمين شكرا جزيلا لك رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس عليم السياقة سيد أحمد موسيقى